السلام عليكم , اتمنى الفيديو يجب عليكم صحة جيدة وفي احسن الاحوال فيديو اليوم سهلة مهلا , تجي رائعة بسيف , لديدة و طريقة تحضير ديالها سهلة تبقوا معي حتى الاخر بتشوفوا طريقة تحضير و المقادر هنا عندي نسكاس ديال السكر , كاس ديال نشاء , نسكاس ديال زيد , خمارة جوج ديال اكياس ديال كاكاو , كيس ديال السكر فانيليا دقيق لي كيبقى على حسب الخالد و البيضة هنا كيفما كاتشوفو كنا اخدك الزيد غادي نزيد عليه البيضة هنا كاس ديال زيد , غادي نزيد عليه نصف كاس ديال السكر سانيذا تقدروا تزيدوا لابغيتوا تكون حلوة شوية بالزايد كنخلطوا ذلك المكونات مزيان بتراب الكهربائي حتى كيت جمسوني لنعانا سير , من بعد كنزيد كيس ديال سكر فانيليا و كنعاود كنخلط من بعد هنا كنزيد كيس ديال نشو هنزيد عليهم هنا جوج ديال اكياس ديال الكاكاو 16 جرام و غادي نزيد كذلك خميرة ديال الحلويات بالنسبة لخميرة الحلويات هنا درج واحدة ونصف بخميرة حتى نحن سير خالد ديالي مزيان كيب كتشوفوا معايا وهنا سوف نزيد في الطقيق بشوية بجوية حتى ستجمع لي العجين بالنسبة للدقيق هنا كفاني تقريبا كاس ونصف تقدرتو ما يكون قل أو أكثر على حسب نوعية الدقيق وعلى حسب البيضة اللي درتو كذلك هنا من بعد كنزيد هنا حبيبات ديال الشوكولاتة كيبقى اختياري صافي وكنخلط كل شي العجينة خاصة تكون الرطبة ماشي قاسحة كيف كتشوفوا معايا كيكون القوام ديالها بحل هاكا هنا غادي نوجد لاتة ديالي وغادي مدى نشكل العجين كيبقى الحجم على حسبكم تومة وفي نفس الوقت كنشعل الفران بش كيسخليم زيان هنا بالنسبة انا درت هنا غير كمية قليلة تقدرون تومة الدبلو المقادر بتجيكم كمية كثيرة غادي نستمر على هالطريقة حتى غادي نكملهم كاملين هنا كيف كتشوفون بعد ما شكلتهم غادي ندخلهم فران غادي نخلي شعل على الفوق حتى غادي تشقو ليه عدا بش غادي نشعل عليه من التحت هنا كيف كتشوفون من بعد ما طابلت رو ما كتاخدش الوقت بزاف عندكم عشرة دقيقة اربع ساعة ماكسيمون بش كتطيب ما تخليوهاش بزاف وخليوه حتى تبرد عادة بش حيدوها من ديك اللاطا كيف ماشتو حلوة ساهلة ولديدة وكذلك كتجير طبا ومعلكة بزاف نتمنى الاقتراح دياليومين الاعجاب ديالكم وتشارك الوصفة مع الاصدقاء ما تنسونيش من اللايكات ومن تعليقات ديالكم خليتكم على خير وإلى فيديو قادم إن شاء الله اشتركوا في القناة